البداية كانت عام 1891 عندما وقعت بريطانيا عن مصر والسودان التين كانت تحت الاحتلال البريطاني وقتها وإيطاليا التي كانت تحت الإثيوبيا بروتوكولا نص على عدم إقامة إيطاليا أي مشروعات مائية على نهر عطبرة من شأنها أن تؤثر في كمية المياه المتضفقة إلى مصر والسودان وفي عام 1906 قامت فرنسا وإيطاليا وإنجلترا بتوقيع المعاهدة الثلاثية مع الكونغو لضمان مصالحهما في دول حوض النيل وضمان عدم إقامة أي مبان على النهر الأزرق من شأنها منع تضفق المياه لمصر وفي عام 1959 وقعت مصر والسودان اتفاقية مكملة لاتفاقية سابقة ونصت على بناء السد العالي وتقسيم فوائده على الدولتين فقط وقيام السودان بإنشاء خزان الروسيرس على النيل الأزرق مع التأكيد على حصتي مصر والسودان في مياه النيل الأزرق والتي قدرت بـ 18 مليار ونصف المليار متر مكعب سنويا للسودان وخمسة وخمسين مليار ونصف المليار متر مكعب سنويا لمصر وهو ما أثار غضب دول المنبع وفي عام 1993 وقعت مصر مع اثيوبيا اتفاقية ثنائية نصت على عدم قيام أي من الدولتين بعمل أي ناشط يتعلق بمياه النيل وضرورة الحفاظ على مياه النيل وحمايتها واحترام القوانين الدولية بهذا الشان عام 1997 قدمت مصر مبادرة حوض النيل تتعلق بالحصة التاريخية من المياه والاختار المسبق عند بناء أي مشروع مائي والتصويت بالإجماع عند تعديل أي اتفاق لكن هذه المبادرة قُبلت بالرفض من بعض الدول ترجمة نانسي قنقر